لأ أنا كنت أسأل سيد أحمد على اللي أنت قلت وفيما يخص التلات مساعدين أول حاجة أنت مع فكرة مدير فني أجنابي لمنتخب أوليمبي أو لأ تاني حاجة لو منتخب أوليمبي إحنا محتاجين تلات مساعدين معه ولا محتاجين مصرين يتعلموا منه بما أننا بنتكلم زي ما أنت بتربي أجيال كلعبين عايز تربي أجيال كمدربين مهما يلوقتي ما فيش مدرب بيجي لوحده خلاص إحنا بنجيب مدرب بجهازه وفي مثل درج يقولك إيه الناس دي جاية يعني بتكمل الطاقة أو معلعبش لا مش حاسمة كده اللي بيجي بيبقى عارف كل واحد له دور له شغله بيشتغل إزاي بيعمل شغله إزاي رامي دعم بيقول هما دعم بيقولوا إيه مدرب أحمال مدرب مساعد أخصائي أو حل الأداء كل واحد له شغله الصحيح دي من أحد الأسباب اللي يعني فيها مشكلة في مصر تحديد النادي الأهلي تلادي الأهلي النهاردة بسم الله الرحمن الرحيم أي واحد بتعور شكرا موسيقى منتهى ليه أمامية خلفية ضمة أمامية خلفية ضمة بتسمع خد بتسمع يعني خلاص بالخمسة واربعين وبستة أسابيع والتمن أسابيع ده شغل محل أداء لما يكون عندك حد شغل فضي ده شغل أعمال البدنية تمام احنا شوفنا منتخب مصر لعب حوالي سبع ماتشت بخلاف إكسترا وقت إضافي ممكن تخش في تمام ماتشت من إجداء كمان ببركلات الجزاء ونقطة الترجيح والإصابات كانت قليلة قوي احنا كنا قفين على رجلنا وإحنا لعبين كل الماتشت اللي هي فيها مباراة فاصلة بوقت إضافي من أول دول السلتاشر لغاية نهاية وكمان عليها ماتشت فيها ضربات جزائية نعم نعم كان فيه إصابات كتير كانت قليلة إلى حد كبير جدا انت بتتكلف فتوح أيوة أيمن أشرف أيوة أكرم شناوي أيوة أكرم أكرم توفيه عشان اللي حصل أصابة قدرية الوينش حجازي الوينش وحجازي جنب في الإخضاء ومع ذلك أنت كان عندك لعيبة وقفة على رجلية صح الإصابة اللي كان بتيجي كان بتبقى حاجة لا وفي اللعبة كان بترجع يعني فتوح كان بيرجع الوينش كان بيرجع وإيمن أشرف رجع البطولة وإيمن رجع أبو جبر رجع أيوة مش إصابة تنهي إنما أنت بتاخد إصابات صعبة قوي صح الإصابة اللي كانت صعبة قوي اللي هي أحجازي بالزبط وآآ أكرم توفيه مظبوط إنما أنا بكلمك الرجل بيشتغل إزاي ومع المجموعة صح شغال إزاي صح في وقت قليل القوي لعب سبع سبع ماتشات أقل من شهر صح إحنا النهاردة الفريق اللي بياخد آآ أربعة وعشر يوم كمان الجدول عارف أنت هتعمل إيه هتلعب مين إمتا ومين إمتا يبتلي بقى تشتغل الريكوفري آآ الريكوفري ده يعني شغل مين مدرب أحمال صح بالتعاون مع مين مع طبيب الفريق عشان نعمل إيه مع التغذية آآ يبقى ده الشغل الصحيح مش عايز أصدمك شوية مش أصدمك يعني يعني أقولها للناس يعني إنه النهاردة أنا ببص على جهزة الفنية في أوروبا يعني في حد بتاع الريكوفري هو بقى اسمه بتاع أنا بتاع الريكوفري مش بتاع الأحمال مش بتاع الفتن سوى حاجة تانية تمام بس إيه إحنا عندنا بنجيب واحد يشتغل كله تمام دي تفصيلة يعني بقى بالزبط يعني أنت الناس بتشتغل صح صح فكل الناس اللي بتيجي معاه ده مهم جدا إنه هم يكونوا موجودين وليهم شغل معين مم الكلام اللي بتقال طبعا أعصام الحضري ومحمد شوقي موعودين إنه هم يكونوا موجودين في الجهاز ده بحكم إن محمد شوقي هم كانوا عايزين يكونوا دور أكبر في المنتخب الأولمبي بل وكان فيه كلام لو ما كانش يوم نضرب كانوا بعض طرح إنه هو يبقى المديل فل منتخب الأولمبي لكن كونوا موجود مع اسم كبيل راجل اللي خد زهبيت أولمبيات قبل كده فده شيء كويس جدا أتمنى إنه هو يجي أتمنى إنه هو يجي فرصوده عايف مين شوي محمد شوق لأ أنا أتكلم عن راجل البرازيلي نفسه البرازيلي آه أتمنى إنه هو يجي أتمنى إنه هو يجي ليه أتمنى؟ لأن أنا سمعت أكتر من اسم وكل اسم يتقال لك قريب جدا خلاص جريد وخلص جايد ده بتصموم الخلص وبتصموم الخلص تمام؟ وفي النهاية ما شفتناش أي حاجة من دي صح وخلى بالك الوقت بإسرقنا أيوه الوقت بإسرقنا بشكل كبير قوي ناسم الشخده بالك وأنا بكلمت أكتر نقض باتحاد كورة فسمعت يعني تحس إن إنا إليك إحنا راح راح أصوح إيه يعني لسه بدري لسه بدري لسه بدري دي خلي بالك كابتن شاوي غريب ماشي النهاردة بلو 4 شهور أكتر أكتر من 4 شهور كل ده ضع منك النهاردة عشان بتتكلم عن المتخب الأولمبي إنت ما عندكش قوام ما عندكش خلطة واضحة انت ريس بتلوه من منتخبه عكس مثلا منتخب الشباب اللي ماشي الله ربنا يكرمه ونهاردة أنا مفرجت أنا أول مرة شافهه منهاردة بشكل كبير في لعب الله من الفاظري حيلي شخصية خب كويس جدا قوة بتتأخر في النتيجة وإنت ضغط ويخش فيك جون بتعرف تتعادل وتعرف تكسب بتعرف تنهي الملش بشكل كويس وعايز أقولك إن أنا يعني من متابعات المنتخب النشئين أكتر كمان قوة وده الجيل اللي جاي منتخب كابتن محمد وهبة فانت شغلت في المراحل العمرية السنية تحت كويس وده يحسب يحسب الاتحاد السابق عشان برضو ندي كل دي حق حقه فلازم نجيب واحد يشتغل مفاجأة كابتن أحمد سامي عورد عليه المنتخب الأولمبي قال لهم ما أقدرش إن أنا حقلكم ميداليا أنا ممكن أجازلكم أربع خمس ستة لعيبة تلعب وانتخب مصر الأول قالوا لا مش ينظر نشتغل معاك قلت الحلم تولان تقالوا نفس الكلام قال لهم من الوقت دايق جدا إضافة إلى حق أمين برضو إن الراتب اللي عارض عليهم كان قوليه جدا طب أنت طالما عندك إمكانية تطفع فيلوس كتير وعندك اتنين يقدروا يشتغلوا جبت مدارب أجنبي شي جميل لكن ليه لما بتكلم عن مدارب مصري بترحطة لمت ميتين وميتين وخمسين ألف في حين إنه لمت في الدولة المصر دلوقتي بتكلم في الربع ومية وانت طالع ممكن أقول لك أرقام إن كابتن مثلا ما عمليش يا كابتن العالي بقى بياخد ستمائة وخمسين ألف جنيه كابتن أحمد سامي بياخد رنجي أقل قليلا كابتن حيل متورانكا بياخد خمسمية في أمبي ولما جم يخفروا الصقف في الرواتي والتاع فاعتذروا عن عدم الاستمرار ففيه مداربين بيعتذروا كمان لأن الليمت قليل لكن لما يجي مدير الفني أجنبي بتلاقي الخزائن فتحت وده برضو شيء يعني يحتاج لأعدة نظر إنت منين قلت أنا ما فيش دولار وبنهم تتكلم في مدير الفني أجنبي للاتحاد مدير الفني أجنبي لمنتخب مصر هياخد 2.400.000 دولار مدير الفني لمنتخب اللومبي هياخد ما لا يقل عن مليون و200.000 دولار انت عارف يا فزي أحمد فزي أحمد اللي انت قلت في النص لما عرضوا على كابتن أحمد سامي فقال لهم عمشيين مداليا بس هو ده طلع لك 5-6 لعيب المنتخب الأول أصلا منتخبات الأعمار السنية في العالم كله هو ده الهدف منها إنه لو كابت نحمد راح أرلوم كده فده نجاح يعني انت لو ديتني خمس تعيب ومنتخب الأول وده نجاح لكن احنا أصلا بنلعب منتخبات الشباب والناشئين والأولمبي احنا أم حاجة بالنسبة لنا أخو المدالية وبطولة احنا أصلا مفوض كل الدول بيشتغل عشان نتلعب المدالية ومنحققهاش ومنحققهاش ومنطلعاش العيب بالزبط الاتنين